نرجع بقى لكابتل إسلام وبالمناسبة الشيء بالشيء يسكر قبل ما نكمل كلامنا في النقطة اللي كنا بنكلم حضرتك فيها من شوية رؤيتك لمشوار النادي الأهلي حتى هذه اللحظة سواء في اللقاء الأول أو اللقاء الثاني الماتشين اللي فاته شايف الوضع عموماً عامل إزاي وإلى أي درجة أنت منطمن في الماتش اللي جاي البداية جيدة طبعاً في ماتش أوكلند المباراة كانت يعني متوسطة نسبياً بالنسبة للمستوى إنبارح كان مباراة كبيرة قدام فريق كبير سيعة النادي أساساً عريق يعني عنده تاريخ من زمان في أمريكا لكن هو كان وقف مدة معينة وكان رجع تاني اتفعل في 2007 وهو من عندها قيمة تسويية عالية جداً عندهم سبونسرز كوبار عندهم لعيبة كبيرة كانوا بيستقطبوهم اللي هما بيبقوا شوية كانوا بيبقوا مخلصين مشوارهم عنديتهم في أوروبا زي اليونينبيرج مثلاً اللعب السويدي اللي كان بيلاع في أرسنل يعني هما نادي عنده شكل وعنده هوية أعتقد أن مباراة إنبارح كان يمكن الشوط الأول كان سيعة المتسايد المباراة أكتر من النادي الأهلي ويمكن اللي حصل ده كان يمكن من تغيير مارسل كولور لللاين أفشا وشريف عبدالقادر أه طبعاً لا في الحتة الأولانية اللي هي بتاعت المهاجمين كان يمكن فاجئنا كلنا لأنه هو مغاير اللاين كله فأعتقد أنه مع تبديلاته في الشوط التاني زي ما ناها واند قالت أنه هو قد أفضلية للنادي الأهلي في الشوط التاني وكللت بالنجاح بالهدف أفشا توقعاتك للمتش اللي جاي بقوا ده مش أي مباراة دي مباراة مباراة تاريخية مباراة تاريخية تسويقية إعلامية كل حاجة كل حاجة فيها كل حاجة تفيد النادي الأهلي ريال مدريد جاي طبعاً هو طمعاً في البطولة زي العادة يعني عنده غيابات لو إحنا تعاملنا معها لو كولور تتعامل مع المباراة بشكل كويس وقدر يلعب على النقاط اللي هي يمكن عندهم نقص في بعض اللعيبة زي غياب مثلاً ناتشو سوري آسف كارفاخال وماندي في حتة المدافعين ناحية اليمين والشمال وبيلعب باتنين ما بيلعبوش في مكانهم زي ناتشو وكامافينجا هيلعبو في المكان ده لو انت اشتغلت على الحتة دي في ان انت تقدر تضرب ريال مدريد من الحتة دي وانت عندك سبقة قبل كده ان انت اشتغلت مع ريال مدريد وكسبت وقف ومباراة ودية بس حصلت يعني طبعاً ده اللي احنا عايزين نقوله يعني في الاخر في الاخر انت انت لو قدرت ان انت تنظم نفسك بتلعب ضد النادي كبير اه ولعيبة واسماك كبيرة بس بالنظام بالتاكتك اللي ممكن كولر يشتغل عليه انه هو مسلاً ممكن يأمن دفاعاته بشكل كويس يلعب بطريقة شوية فيها تأفيل على العمق لانه هما ساعد بيشتغلوا من العمق عشان لعبتوا في نص الملعب زي كروس ومودريتش وسيبايبس اللي هيلعب برضو في المباراة دي بيشتغلوا شوية من العمق لو انت قفلت على فينيسيوس وفالفيردي كل الحاجات دي لازم تبقى انت محضر لها انت بتقولوا انا بقول جوايا يا ستر يا رب انا لسا انا ولا بتكلم عمالة اقول الاسماك فهو فعلا حاجة وغير كده طبعا صاحب الكرد الثابية بقى كريم بنزمة صوت كبير بيلعب كبير بقى وده طبيعي برضو طبعا النادي الاهلي دايما مشرف مصر وفعلا بيدينا امج كويسة هدام العالم العربي والعالم كله وان شاء الله ان شاء الله يعني المطلوب ان هما يقدموا شكل كويس عشان احنا بنتمنى النادي الاهلي حقه مدالي اعلى اعلى من مدالية البرونزية ان شاء الله طبعا كان فيه كلام عن احتمالية غياب بنزمة لا بنزمة موجود والنهاردة عندهم مباراة والنهاردة عندهم مباراة المباراة اللي فاتت كان فيه غيابات ميندي وكرفخال زي ما قلته حياتك وهم لسه برضو غيبين اعتقد انه هو يلعب بالتشكيل اللي هو لعب بين المباراة اللي فاتت ضد فالنسيا والنهاردة عنده مايوركا فاعتقد انه هو ان شاء الله يعني فرصة الكولر انه هو يتفرج على المباراة ويشوف اخر مباراة لهم قبل ما يقابلوهم في الدورة في كاس عامل اندي